اجتمع محافظ جنوب سيناء خالد فودا مع نائب سفير ألمانيا الاتحادية والوزير المفوض تلمان هوخ موليلو وخلال الاجتماع قدم محافظ جنوب سيناء شرحا وافيا لاستعدادات مدينة شرم الشيخ للمؤتمر القادم مؤتمر المناخ وذلك من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة وتوسعة الطرق ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار وقاعة المؤتمرات الدولية والفنادق وتحول مدينة شرم الشيخ لللون الأخضر عن طريق العمل بطاقة الشمسية ووسائل النقل الذكية من جانبي أبدى نائب سفير ألمانيا سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد المدينة العالمية وخلال أسابيع قليلة سوف تكون محطا لأنظار العالم كله النهاردة بتستقبل مدينة شرم الشيخ أحد ضيوفها قائم بأعمال السفارة الألمانية ومعه وافد من السفارة ومعروف سبب الزيارة دي طبعا أنهما بيجي بتعرفوا على المدينة وإذا كان في رولز معينة بنرد على استفساراتهم بنجاوب عليها يعني طبعا عموما هم مرحب بيهم في مدينة شرم الشيخ وبنسعد بوجودهم معنا وده مش أول وافد ييجي احنا بنقول أن احنا بلكده استقبلنا ما لا كله عن ستين وافد من معظم السفارات الأجنبية اللي موجودة في كائرة لتوضيح السورة وإذا كان في أسئلة بنرد عليه مرحبا عموما هم مرحبا عموما يتضع ثقلا كبيرا في نجاح هذا المؤتمر ويسا يرافق الوافد الألماني وترأسه المستشار الألماني كما ستتواجد أيضا أثناء المؤتمر وزيرات الخارجية الألمانية مع وافد من حوالي 50 فرد من الوزرات والبرلمان الألماني